إذن مشاهدين الولايات المتحدة حضت كل من إسرائيل وحركة حماس على التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة فإسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بعرقلة التوصل لهدنة بعد مرور 11 شهرا على بدء الحرب في وقت يواجه رئيس الوزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو ضغوطا داخلية لإبرام اتفاقه وزادت حدة هذه الضغوط على نتنياهو في أعقاب العثور على جثث ستة رهائن في نفق في جنوب قطاع غزة أعدمتهم حماس وفق السلطات الإسرائيلية ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائنا خلال هجوم حماس لا يزال 97 منهم في غزة بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة مشيرا إلى أن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال أيام مؤكدا أن 90% من الأمور متوافقة عليها وفقا لما شهدناه فإن 90% من الاتفاق تم إنجازه لكن هناك بعض القضايا الجوهرية لتزال عالقة وبحاجة أن نتفق عليها وأعتقد أننا ناقشنا كل هذا في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك محور فلاديلفي وأيضا بما يتعلق بطريقة تبادل الرهائن والسجناء هذه قضايا عالقة لكن باستثناء ذلك فإننا انتهينا من كل شيء إذن في المقابل قال عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية إن على الإدارة الأمريكية التخلي عن ما وصفه بانحيازهم الأعمى للاحتلال وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته من جهته قال نتنياهو في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه لا يوجد اتفاق قريب متعهدا ببذل كل شيء لدفع حماس إلى القبول باتفاق يسمح بمنع إيران من إعادة تسليح غزة أما المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي فعاد وأكد على النقيض من ذلك أن القول بأن 90% من الاتفاق شبه منجز كلام دقيقة لكن البيت الأبيض قال إن إسرائيل غير ملزمة بسحب قواتها من بعض مناطق محور فلادلف وهي النقطة المثيرة للخلاف في الاتفاق المرتقب في حين تم الاتفاق على أغلب بنود الصفقة لا يزال موضوع تبادل سجناء غير متفق عليها وهذا هو جوهر هذه الصفقة أعدمت حماس رهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع وهذا ما أدى إلى تغير بعض الشروط التبادل إضافة إلى تقلص مجموعة الرهائن التي يمكن أن تكون متاحة هذا الأمر أيضا خلق شعورا بضرورة التوصل لصفقة كما أنه يؤكد مدى صعوبة التفاوض مع رجل مثل السنوار 90% هي نسبة إتمام الصفقة أنت تسمي ذلك تفاؤلا أنا أسمي ذلك دقيقا هذا هو مدى قربنا من إتمام الصفقة وقد تم الاتفاق على الإطار الأساسي للصفقة ما نتحدث عنه الآن هو تفاصيل تنفيذها لقد سمعت ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي لن أدخل في جدال معه يمكنه التحدث بما يريد لكن ما يمكنني تأكده هو أن اتصالاتنا مع نظرائنا الإسرائيليين مستمرة وما زلنا نعتقد أنه على الرغم من الصعوبات فإنه يمكننا التوصل لاتفاق إذا كان هناك حل وسط وإذا كانت هناك إرادة إذن نتنياه شرح النقاط الإضافية التي تتعثر حولها المفاوضات ومنها عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل رهينا ستفرج عنها حماس ورفض إسرائيل الإفراج عن بعض الذين تطالب بهم حماس في المقابل قالت حماس أن قرار نتنياه عدم الانسحاب من محور صلاح الدين يهدف لإفشال المفاوضات في إشارة إلى تمسك إسرائيل بإبقاء قوات في الممر المحاذي للحدود المصرية بحجة منع تهريب السلاح إلى حماس وفي إطار المساعد الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولة في الشرق الأوسط وقالت للصحفيين بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي بتلي أبيب إن الخيار العسكري البحث ليس حلا للوضع في غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر